ما علي الوزير سيد ناصر كما تعرفون ومنذ أن أصبحت مفوضا للجوار الأوروبية أنا ملتزم شخصيا بأن نعزز شراكتنا بين هذا الإقليم وخاصة المغرب لأن المغرب هو بلد رئيسي في هذا الإقليم ونعتبر أن المملكة المغربية هي ركيزة للاستقرار في حوض المتوسط هناك تحديات عديدة وليس من السهل أن نجد شركاء موثقون وقارون كالمغرب إذن نحن بالنسبة لنا الشراكة أساسية وبالتالي أعتقد أن ذلك في صالح جميع الأطراف وأتمنى أن يكون ذلك على المدى الطويل أعتقد أنه بفضل مختلف التعاهدات والالتزامات التي قمنا بها والتي سنبدأ بتفعيلها لقد ناقشنا بعض الجوانب نحن بالفعل نغير طبيعة تعاوننا لكي يكون هذا التعاون أعمق مع المملكة المغربية لأن الإصلاحات التي قام بها المغرب على المستوى الاجتماعي على المستوى الإداري على المستوى الرقمي وهناك مجالات أخرى هي إصلاحات طموحة وإصلاحات ترتكز على قيم أوروبية أيضا نؤمن بها إذن بالنسبة لنا يسهل علينا أن ندعم هذه الإصلاحات المشروع الذي وقعناه اليوم يبرز بالنسبة لكم همية التزام من المباشر والمسؤول إلى جانبكم وأعتقد أن هذا التموقع الجيوستراتيجي للمملكة المغربية يعطيها حضورا أقوى بفضل هذه الإصلاحات التي تختمها السنة الماضية زرت الرباط في شهر مارس هذه المرة أنا حملت بعض الأمطار معي من بروكسل هناك ما يكفي من الأمطار الآن في الرباط وفي المغرب وأتمنى أن يتوصل الوضع كذلك أعطينا الانطلاق للأجندة الجديدة على مستوى المشاريع واليوم نرى أن خطة الاستثمار الاقتصادية التي يمكن أن تعبئ حوالي 3 ملايير يورو بالنسبة لكل الإقليم نتوقع إلى أن يكون المغرب أكبر المستفيدين من هذا الغلاف الاستثماري لأن هذه الخطة تروم دعم جهود ليس فقط الإصلاح للمجتمع ولكن أيضا دعم الإصلاحات الاقتصادية نحن بحاجة إذن إلى اقتصاد جديد عصري للمغرب ما بعد الجائحة وبالتالي هو أفضل مشروع أفضل أجندة ليس فقط للمغرب ولكن لكل الإقليم خلال زيارة السابقة كنا قد أعلننا أننا يمكن أن نعبئ حوالي 6.6 مليار يورو بالنسبة لإستثمارات يستخد منها المغرب وصلنا إلى 2.1 إذن حوالي 3 وبالتالي أتمنى أننا سنبدأ بالفعل في تسريع آليات الاقتصاديات المحلية الوطنية بشكل أسرع وأنا سعيد الآن أن أعلن أن هذه السنة ستكون السنة الثانية حيث يمكن أن نعبئ نصف مليار يورو من أتمدات نخصفها للتعاون الاقتصادي في إطار الغلاف المالي التنائي كل ما قمنا به حتى الآن أتمنى أنه سيغير ركائز التي يقوم عليها مستقبل اقتصادي للمغرب وقدمنا إلى جانب معالي وزير المفوت في الاقتصاد قدمنا المشاريع الخمسة الأساسية التي تغطي الجوانب الهمة بالتالي للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وداخلها هناك أيضا الزراعة والفلاحة حينما نتحدث عن الفلاحة هناك مسألة الماء الذي مرة أخرى سيكون مشروعا أساسيا لكل الإقليم لأننا إذا خلصنا إلى نموذج فاعل للتعاون الاقتصادي والفلاحي في المغرب على أساس تدبير الموارد المائية وما إلى ذلك فننا سنوسع هذا النجاح ليشمل باقي أقاليم المتوسط المغرب يقوم بعمل رائع عمل هام إياهم جميع الإقليم والجميع ينتظر نتائجه بحماس نظرنا أيضا ودرسنا وطلعنا على مبادرات فاهلة بالنسبة للمستقبل خلال السنة الماضية اعتمدنا جميعا تدابير طموحة لدعم الانتقال نحو طاقة خضراء نظيفة أينما ذهبت الآن لا حديث إلا عن الطاقة حتى في أوروبا وأعتقد أن المغرب له قدرة أو إمكانية أن يصبح مصدرا أساسيا للطاقة بالنسبة لأوروبا وهذا علينا أن نناقشه أكثر وأنا متأكد أن سوق الطاقة في المغرب جاهزة لكي تنتج مزيد من الطاقة الخضراء كالكهرباء الكهرباء التي تنتج في المغرب هناك مشاريع عديدة واعدة وهناك بالتالي كثير من الإنجازات يمكن أن نقوم بها مستقبلا على هذا المستوى كما رأيتم نشتغل ليس فقط على مستوى المعارف الأكاديمية بل نركز أيضا على الجوانب ملموسة هناك أمور ملموسة يمكن أن نحققها إذا أخذت على سبيل المثال مشروع الطاقة الشمسية لوارزازات وإذن المشاريع التراموائي للرباط والضر بيضاء ومشاريع أخرى تهم بالتالي الإصلاحات الاجتماعية إذن نهتم ليس فقط بالجوانب السياسية ولكن أيضا بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتاقية نقشنا أيضا إجراءات كيف يمكن لأوروبا أن تساهم في دعم صندوق محمد السادس للاستثمار بدأت النقاش البارحة مع المسؤولين عن هذا الصندوق وأعتقد أن هذا المشروع سيكون رائدا لأنه فريد من نوعه وليس هناك من مثال يحتدى أو آخر يمكن أن نعود إليه في الإقليم هناك بالفعل إذن صندوق للاستثمار يقدم الدعم سواء للشركات الصغرى والمتوسطة أو لمختلف قطاعات الاقتصاد وأنا بالتالي سعيد وممتن بالمقترحات الإيجابية التي تقدمها في المغرب على هذا المساوى ونحن نود بالفعل أن نجد آليات لتقديم الدعم كيف يمكن أن نقدم إذن إسهامنا على هذا المستوى ولماذا لا نستخدام ذلك كان نموذج يحتدى به على المستوى الإقليم المتوسطي ككل ناقشنا أيضا الهجرة يعني هذا التعاون هو التعاون أهام وأساسي بالنسبة لأوروبا وأتمنى أن نكون الحال أيضا بالنسبة للمغرب لقد وضعنا ميزانية افتراضية على المدى الطويل 150 مليون يورو 35 مليون صرفت منها والآن يمكن أن ندعم الاستراتيجية الوطنية في مجال الهجرة وأيضا يمكن أن نساعد المغرب في حماية حدوده ومساعدة المغرب في مكافحة إذن المهربين وكل المجرمين والشبكات الإجرامية التي تنشط في الاتجار في البشر والتي هي خلف كل هذه التنظيمات الإجرامية هنا أو في أوروبا أخيرا بطبيعة الحال نحن سننتهز الفرصة التي قدمها لنا المغرب والذي كان أول بلد عربي أبرم اتفاقيات أبرم مع الإسرائيل ونود أن نساهم في هذا الالتزام وهذا التعاون لأن هذا التعاون تلاتي الأطراف مغرب إسرائيل والاتحاد الأوروبي يمكن أن يرفع تحديات أساسية كتدبير الموارد المائية وأيضا تحقيق التنمية والبحث العلم يمكن أن يشكل جسرا بين الشعوب وهذا ما نحتاجه أيضا أن نقرب الناس من بعضهم البعض وأن نبرز أنه يمكن أن ننجح في هذا التعاون المتعدد الأطراف ويمكن أن نبني السلام أيضا وفق هذه المقاربة مؤخرا أو أخيرا أود أهنم علي الوزير أن المغرب قد حدف من القائمة الرمضية قائمة غافي وأنا سعيد بالتعاون الذي قمنا به لكي يصل المغرب إلى هذه النتيجة الإيجابية لأن هذا التعاون كان فنيا والنتائج كانت مبهرة وأهنئكم على ذلك وأكد لكم أن الاتحاد الأوروبي سينفذ إجراءات حدف المغرب من قائمة الرمضية لإلقافي على مصورة الشرعي شكرا جزيلا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس شكرا جزيلا اشتركوا في القناة